السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وتابعينا الغاليين. ان شاء الله النهاردة هقدم لكم حلقة مميزة جدا جدا ويعني الكل ان شاء الله هيعجب بيها. الحلقة دي مفادها انك انت ازاي انك انت تعرض جميع ملفات الهاتف الخاص بك على جهاز الكمبيوتر بدون اه طبعا توصيل التليفون بكابل يو اس بي او توصيله بالواي فاي ما بين الكمبيوتر والتليفون. لا ده احنا النهاردة طريقتنا بسيطة جدا جدا برنامج صغير هنزله على التليفون وبعد كده هناخده منه بس العنوان اللي هنحطه هنحطه على الكمبيوتر هيفتح لنا جميع الملفات بسهولة وتقدر تنقل منها وتقدر تعمل ده اللي ان شاء الله هنشوفه في حلقة النهاردة قبل ما ابدأ معكم الحلقة طبعا ادعوكم كالعادة للاشتراك في قراتكم قناة عرب المعلوميات وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم دايما جديد الاشعارات وجديد التطبيقات وطبعا ما تنسوش تشتركوا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقوا ان شاء الله موجودة في صندوق الوصف ويلا بينا نبدأ الشرح مباشرة على بركة الله اول حاجة هنعملها جماعة ان احنا هننزل البرنامج اللي قدامنا دوت وان شاء الله البرنامج دوت هتلاقوه موجود في اه ان شاء الله الرابط الموجود في صندوق الوصفة اسفل الفيديو اول حاجة هننزله البرنامج والتطبيق بس تمام وعندنا جهاز الكمبيوتر عادي يعني يكون متوصل بانترنت طبعا فطبعا بس ان احنا مهمتنا بعد ما تنزيل البرنامج هنخش على الاعدادات بتاعته هنتأكد من اول خيار ده اللي هو مكتوب ان موجود عليه علامة صح طبعا انا هشرح لكم بسهولة ايه هو الخاصية اللي بيعملها البرنامج تخليني قادر اخش على التليفون بتاعي من اي جهاز كمبيوتر كان او من اي جهاز تاني عاوزه بمجرد فقط العنوان هو مجرد ان هو بيرفع ملفات الهاتف على حاجة اسمها سيرفر اف تي بي دي خاصية بتعتبد انك تفتح تليفونك في اي مكان في العالم على اي جهاز كمبيوتر بس يكون معايا العنوان بتاعي ده فمجرد ما هعمل ستارت دلوقتي هيروح جاي على طول البرنامج مديني هنا السيرفر ومديني هنا اليوزر والباسورد وكزا انا كل طبعا اللي ههمني دلوقتي بس ان انا اخد بيانات السيرفر هخش على جهاز الكمبيوتر بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحكتب بيانات السيرفر اللي معايا دي زي ما احنا شايفين على طول يا جماعة هاخد انوان زي ما هو مكتوب عندي هنا اهو واكتبه اف تي بي دي ما انسهاش طبعا دي المهمة مهمتها مهمة مهمة جدا واروح جاي عمل طبعا نقطتين والاتنين سلاش واروح جاي كاتب الانوان وحبدأ اضغط انتر بالشكل ده كده على طول يا جماعة واروح جايزهر لي ملفات الهاتف الخاص بيا زي ما احنا شايفين اهو ولو رجعت دلوقتي للهاتف كمان معاكم هنا اهو حبدأ اعرض معاكم الملفات زي ما احنا شايفين هو جماعة تم على طول عرض اهو الملفات كلها بتاعتي اهو اللي موجودة على الهاتف نفسها على جهاز الكمبيوتر كل الفلدرات الخاصة بيا كل الملفات الصور طبعا الفيديوهات ملفات التحميل طبعا تقدر طبعا هتخش بالشكل ده كده هتجد هنا مثلا الصور الخاصة بيك تقدر تخدها تنقلها على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة طبعا بمجرد فقط كتابة العنوان الخاص بيك على طبعا متصفح الكمبيوتر العادي بس ما ننساش ان احنا نكتب العنوان بشكل صحيح علشان نقدر طبعا نستفيد بالميزة الكبيرة بكده طبعا بكده طبعا يا جماعة اكون شرحت لكم النهاردة الخاصية الفريدة دي انك انت تقدر تفتح فقط عن طريق عنوان فقط اه طبعا جهاز التليفون القاص بيك على اه طبعا جهاز الكمبيوتر ومجرد فقط انك تضغط دلوقتي على طول طبعا حتى توقف الخدمة بتاعت طبعا السيرفر على جهاز الكمبيوتر بالشكل دوت بكده طبعا ان شاء الله الله تجدوا هذا البرنامج موجود في الرابط الموجود اسفل الفيديو وبكده نكون قدمنا لكم اداة مميزة النهاردة ان شاء الله طبعا حل سريع جدا لدخولك على جهاز التليفون بتاعك من اي مكان كنت وبكده اتمنى من حضراتكم نشر الحلقة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ليستفيد طبعا الجميع شاركوا الحلقة مع اصحابكم شاركوا الحلقة مع جميع احبابكم طبعا حلقة مفيدة جدا اتمنى من الجميع طبعا انه يدعمني بلايك اسفل الفيديو طبعا تعليق مناسب وطبعا بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة في نهاية الحلقة شكرا لكم اشتركوا في القناة